وصلنا إلى الفقرة الطبية والتي نتحدث فيها اليوم عن أسنان الحليب أو الأسنان اللبنية طبعا لها أسماء عدة وهي المجموعة الأولى من الأسنان في النمو التطوري لنتعرف أكثر عن هذه الأسنان ومواصفاتها وكيفية التعامل مع مشاكلها معنا في الأستوديو دكتور حمدي البنة إخصائي زراعة وجراحة الأسنان أهلا بك دكتور مرحبا مرحبا دكتور بداية لماذا يطلق عليها أسماء أسنان الحليب؟ هي أسنان الحليب بتبين بس تجي وقت الفطان يعني وقت بيخلص الولد شرب حليب وبلشي يكل مشان هيك سموها أسنان الحليب مش لأنها مكونة من حليب إلى أسم كمان أسنان موقتة أو أسنان لبنية هو الأسم العلمي طبعا طب دكتور هل الأسنان اللبنية دائمة؟ لا أسنان اللبنية بتضل لعمر تقريبا 12 سنة وبتتبدل بعدها بأسنان نهائية شوي شوي من عمر 12 سنة لعمر 12 سنة كلهم بيروحوا وبيجي محلهم أسنان نهائيين إلا دراس العقل بيطلعوه على عمر 21 سنة تقريبا وشوه عمر الأسنان اللبنية؟ تقريبا ببلشوا من 6 شهر لعمر 12 سنة وبصير يروحوا واحد وراء تاني بيجوا أسنان نهائيين من تحت بيأكلوا الجزور طبعون وشان هيك آخر شي بيتخرخر السنة وبيوقع ووقيت بيجوا الأهل بيقولونا وقع شقفة بقلبي العدم بيكون لأ هي داي بيمنى بقلبي العدم وشو هي أهمية الأسنان اللبنية للطفل؟ أسنان اللبنية هي مهمة للطفل لنموه أو شي تياكل منيح وتيكون مرتاح بل ذات الوقت بتحافظ على المحل بقلبي الفك يعني إذا درس اللبنة أبعانية بيتفشكلوا أسنان النهائيين فيه احتمال يتفشكلوا بس يطلعوا فوجودهم كتير مهم لنمو للفك نمو الجسم تبع الشخص للولد وتياكل تيكون مرتاح ولماذا نقوم بتبنيم الأسنان اللبنية؟ مثل ما إنا الأسنان اللبنية لازم تتصلح لأنه إذا كان فيه سوسة وهامنيها لح توصل للعصب وإذا العصب هامنيه الخراج فيه يضرب على سنان تحتهم السنان النهائيين أو إذا طرينا نقبع السن لحيصير فيه احتمال السنان النهائيين تجي بمحلتين مش محلة أو يسكر المحل وما يطلعوا مشانه كتير مهم نحافظ عليهم بينما يجوا سنان النهائيين بعدين وهل السنان اللبنية تؤثر على الأسنان الدائمة؟ بالمبدأ السنان اللبنية بتأثر إذا مثلا وصلت لخراج إذا أبعانيهم إيه السنان النهائيين بتأثروا يعني إذا الخراج وصل فيه وصل للجزء التحت وين فيه السن النهائي الجي محلو مشانه كتير مهم نحافظ عليهم وهل الأسنان اللبنية السيئة تعني أن أسنان الكبار ممكن تكون سيئة أيضا؟ بالمبدأ لا إذا السنان اللبنية سيئة مش معناتها سنان نهائية سيئة إلا إذا بحالة متقدمة بس سن اللبنية سيئة يعني فيه حالة معينة من الإهمال سنان نهائية إذا الإهمال بقي كمان بتتأثر بس منهم موصلين ببعض وشو هي الحالة الخاصة اللي ممكن تتأثر فيها؟ يعني الإلتهاب أكتر شيء أو الإهمال إذا الولد ما تعود يفرش سنانه مشان هيك بيسوسوا سنانه الحليب لك إذا بقي الإهمال هيدا موجود لح يهمل كمان سنانه النهائية مشان هيك هي العادة بتبلش على تفرش سنان ونظافة الإسنان ببلش من الولد من وقت ما بيطلعوا سنانه من الوقت السنان الحليب بشه يطلعوا بيسوسوا لازم يتعود يفرش سنانه ويزور طبيب الأسنان وشو هي أنسب الطرق أنه الواحد يتجنب أنه يصير فيه أي مشاكل في الأسنان اللبنية بعيد عن العناية اللي هي الطبيعية تفرشة السنان وهي هم وزيارة الطبيب كل ستة شهر هاي كتير مهمة إذا فيه شيء معين لازم الحكيم يتدخل فيه بالأول بيتدخل فيه قبل ما توصل على مرحلة أكبر زيارة الطبيب كتير مهمة للطفل حتى لو ما عنده شيء مش ننترطة يوجع أو نطلع بيتمه إذا فيه شيء أسود بناخده على الحكيم السنان طيب تحاول أنه فيه بحياته طبيب أسنان لازم يزوره كل ستة شهر شكرا جزيلا على وقتك دكتور حمدي تشرحنا فيك بالستوديو طبعا ترجمة نانسي قنقر